السادسة مساء بتوقيت بغداد وهذا مجز لأهم الأنباء أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أن البرلمان ملتزم بما صوت عليه فيما يخص مكاتب المفتشين العموميين وقال الحلبوسي في بيان لمكتبه أن مجلس النواب صوت في شهر آذار الماضي على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين مؤكدا التزام المجلس بما تم التصويت عليه فيما دعا الحلبوسي الحكومة إلى الالتزام بقرارات مجلس النواب بدوره دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إيقاف العمل بالقرار الخاص بتعيين المفتشين العموميين في بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات وأكد الكعبي في بيان أن ذلك يعد مخالفا للدستور بما جاء في مضمون المادة الواحدة والستين فضلا عن أن بعض المؤسسات الموجودة ضمن هذا القرار الحكومي قد تم تصفية أعمالها كنزاعات الملكية إلى ذلك أكد عضو مجلس النواب ينادم كن عدم إمكانية حل أزمة المفتشين العموميين دون تشريع قانون متكامل يعالج عمل الجهات الرقابية وقال كن أن الحكومة أو حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سمت المفتشين بناء على قانون نافذ دون أي خرق قانوني لأنها تتحمل كافة الأزمات السياسية لعدم معالجتها القضية في هذه الأثناء كشف مصدر مطلع عن قرار يقضي بالتريث في استخدام مكتب للمفتشين العامين في البنك المركزي العراقي وقال المصدر أنه تقرر التريث في استخدام مكتب للمفتش العام في البنك المركزي إشارة لاختراح هيئة النزهة وتحويل جهة اشتغال خالس سلمان عويد إلى جهة أخرى شاغرة من مكاتب المفتشين العموميين أمنياً أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس ديالة عن مشاركة الحجز الشعبي في سبع قواطع ضمن خطة عيد الأطحى المبارك وقال رئيس اللجنة الصادق الحسيني أن أكثر من المنتسب من تشكيلات الحجز سيشاركون في خطة عيد الأطحى الأمنية في سبعة قواطع مهمة في ديالة مضيفاً أن أبرز قواطع الحجز هي تأمين بحيرة حمرين التي ستشكل نقطة جذب الأكبر للعوائل المحتفلة بالعيد قيادة شرطة المثنى بدورها أعلنت أيضاً عن خطة خاصة بعيد الأطحى المبارك لتأمين منطقة المحافظة ومناطق المحافظة بالكامل قائد الشرطة الوأسامي سعود أشار إلى أن الخطة الأمنية تشمل مشاركة كافة مفاصل وزارة الداخلية تم عقد مؤتمر موسح خاص بخطة العيد خطتنا شملت كافة مفاصل وزارة الداخلية في محافظة المثنى ركزنا في هذه الخطة التركيز على وضع أطواق حماية في خارج المحافظة فتح كافة المنافذ والمتنزهات والانسيابية داخل المدينة هناك في هذه الخطة عدم وجود عسكرة الشارع أو تواجد دوريات إن شاء الله تكون خطة مميزة عن الأعوام السابقة لغرض حماية المحتفلين ممنع سابقة عيدة رحل المبارك أجبت المفاتشية العسكرية العامة للتفتيش العلمي لمقر فرقة المشاة السابعة وتفتيش الاستعداد القتالي لتشكيلاتها التي ضمن ألوية المشاة السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين وبقية الوحدات الأخرى وتوزعت مجاميع التفتيش على مقر الفرقة وتشكيلاتها لغرض التفتيش من كافة الجوانب التي شملت عمل المقر والحركات والاستخبارات والإدارة والتدريب البدني والشؤون الفنية والإدارية المتعددة الأخرى الغاية من التفتيش هو البيان الأهم المعاضي التي تعاني منها قيادة الفرقة المشاة السابعة وكذلك العودة إلى السياقات العسكرية الصحيحة الذي يؤكد عليها السيد وزير الدفاع المحترم والسيد رئيس أركان الجيش المحترم باشرت المفاتشية العسكرية العامة بتفتيش مقر فرقة المشاة السابعة والتشكيلات المرتبطة بها الحقيقة كان مقر الفرقة وتفتيش تعليمي وتشكيلات كان استعداد قتالي اختصاصنا هو عمل المقر اللي يشمل الحركات الاستخبارات والأمن الإدارة والميراء القانونية والتدريب البدني نظم المعلومات والاتصالات من خلال الحركات احنا دقاقنا خطة الدفاع المحلي ومكافحة الحريق شفنا عمل هيئة الركن في غرفة الحركات مدى التنسيق المشترك في عداد الخطط لك تكون هذه الخطط وسيطة ومرنة وقابلة للتنفيذ على الأرض في سياقا أمني آخر سلمت اللجنة الخاصة بملف الأسرى ومفقودين الكويتيين والمشكلة في وزارة الدفاع بحضور اللجنة الفنية للصليب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة رفاة الكويتيين التي تم العثور عليها في بادية السماوة والبالغ عددها 48 عبر منفذ سفوان الحدودي إلى الجانب الكويتي أكد مسؤول ملف الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية ربيع السعدان أن هذه العملية تمت بجهود مشتركة من الجانب الكويتي والعراقي مضيحا أن ما تم إنجازه كان مستحيل تمامه لو لا تعاون الحكومة العراقية العراق دائب منذ الوهلة الأولى باستلام الملف للإفاءة بالتزاماته واليوم الحقيقة اللجنة حققت نجاحات كبيرة من خلال هذه الرفوات التي ستسلم بعد لحظات إلى الجانب الكويتي والتابع وزارة الدفاع هذه المعلومة إلى الحد الذي وصلنا إلى نتاج إيجابية جيدة الآن مع هذه المقابر الجماعية موجود تعاون مستمر وشفافي بين الدولتين ويخص ملف المفقودين وطول ما في هذه الثقة من كل جهة بين آخره طول ما إن شاء الله تتطور ملف المفقودين في دليل إنه رفعات كويتية لكن ما في أي تفاصيل غير عنه لهذا السبب إنه ننقل كل الرفعات للكويت لحتى يتم التحليل والتأكيد هذه العملية تم العمل عليها من خلال جهود مشتركة للجانب الكويتي والجانب العراقي أثمرت عن رفع قبرين جماعيين تم نقلهم للطب العدلي في بغداد هذا ما كان ليتم لو لو جهود الحكومة العراقية ممثلة في وزارة الدفاع العراقية في الفريق الفني العراقي اللي كان متعاون بهذا الخصوص أثمر عن هذه النتائج والكويت تتقدم بالشكر الخاص للفريق الفني توجيهات سيد وزير الدفاع المحترم بالعثور وإعادة جميع الرفعات الكويتين إلى دولة الكويت لإعادتهم إلى ذويهم النتائج التي أسفرت عليها وستسفر عليها اليوم بتسليم هذه الرفعات العدد من الرفعات سوف يسهم في تطور العلاقات التي تمضي بالنحو الأحسن والأحسن عربيا وتحديدا من سوريا قتل عشرة جنو سوريين وأصيب أحد وعشرين بجروح نتيجة قصف أصدر لهجمات المسلحين في ريف حما وفي اليوم نفسه قتل مدنيان سوريان وجرح أربع آخرون نتيجة سقوط قذائف أطلقها المسلحون باتجاه قاعدة أحميميم الروسية دون أن تصيبها عودت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوة كل الأطراف لقبول هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأطحى المبارك تبدأ يوم غد الأحد وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد رحبوا في وقت سابق بهذه الدعوة التي اقترحها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة فلا لا جلسة احتياطية أمام المجلس مذكرين بضرورة أن تكون هذه الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الأطراف بشأن التوتر الأمريكي الإيراني الحاصل في المنطقة جاء في تقرير لوسائل الإعلام الأمريكية أن إيران تقوم بالتشويش جي بي اس على أنظمة تحديد المواقع العالمية التي تستخدمها السفن في مياه الخليج وذلك بهدف دفعها إلى الخروج عن مسارها دخولها المياه الإيرانية هو تحرك تكتيك من جانب إيران تحرك ليس عنيفا مثل إطلاق النار أو تدمير أبارة أو مصافي نفطية أو ما شابها فقط ليصال رسالة أنه لا يمكن الاستهان الولايات المتحدة حتى الآن تبدو نوعا ما منعزلة في هذا التحالف لكن استعراض القوى يضائف المخاطر ويبرز لإيران خطورة الوضع التي تقدم عليه على الرغم من اتخاذ السلطات الصينية إجراءات احترازية ملموسة لقي عدد من الأشخاص في شرق البلاد مصرعهم جراء أعصار لكاميا المدمر وفادت القناة الصينية الرسمية بأن 13 شخصا قتلوا لا يزال 16 آخرون في عدد المفقودين جراء انزلاق أرضي نجم عن إهنيارس الطبيعي واقع على بعد 130 كم شمالي مدينة وينجو وذلك إطر الإحصار الذي ضرب مقاطعة تيشان ياغا ختم الموجه الزوان وذكر أنكم تستطيعون متابعتنا على مواقع فيسبوك وتويتر وانستغرام ويوتيوب إلى اللقاء موسيقى